شهر رمضان كلنا نعرف أنه في معلومات لازم احنا نوصلها حق عيالنا في شهر رمضان أولاً أن أبواب الجنة تفتح وبالتالي لازم عيالنا يفهمون ما معنى جنة وما معنى أنه باب يفتح طيب ليش يفتح الباب في رمضان؟ طيب يعني في غير رمضان الباب مغلق؟ طيب ليش مغلق في غير رمضان؟ طيب ما ميزة رمضان عن باقي الأشهر هذا الحوار لازم يصير مع عيالنا والعظمة في رمضان بسبب أنه هو الشهر الذي اختاره الله عز وجل من باقي الأشهر والله عز وجل لما يختار شيء يكون له ميزة مثل لما يختار الأنبياء لهم ميزة يختار الرسل لهم ميزة يختار الشهداء فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار فلما يختار رب العالمين معناته أنه الاختيار في سبب وفي ميزة فالله عز وجل اختار رمضان ففيه تفتح أبواب الجنة لأن القرآن نزل في رمضان ولأن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج وبالتالي الصيام مهم وهو فيه في رمضان كل أركان الإسلام فيها الصيام وفيها الصلاة وفيها الشهادتين وفيه بعدها عيد الفطر اللي يلي الحج فالشاهد من هذا كله أنه رمضان شهر ماهو عادي ففيه تفتح الجنة أبوابها وفيه تغلق أبواب النيران فالطفل هنا رح يعرف أنه فيه نار طيب النار لمن؟ طيب الجنة لمن؟ طيب كيف أنا أدخل الجنة؟ طيب شالأعمال اللي أسويها؟ الأمر الثاني القرآن نزل في رمضان وهذه ميزة لشهر رمضان وميزة للقرآن واللي نزل بالقرآن هو جبريل لذلك جبريل هو خير الملائكة هذه معلومات وإن كانت بسيطة لكن لازم تذكر للأطفال بمناسبة دخولنا على شهر رمضان بعدين النبي صلى الله عليه وسلم السلوكة يتغير شيئا ما في رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جواد لكن الجود عنده يزداد في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كريم لكن الكرام عنده يزداد في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلاة لكن محافظة على الصلاة تزداد في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم عنده صلوات معينة لكن في رمضان يكثر أكثر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كل يوم لكن في رمضان يختم مرتين فرمضان شهر بركة شهر الخير شهر العطاء شهر النماء هذه مفاهيم كلها لازم نوصلها لعيالنا